جوا وبرا كل الاحتمالات أصبحت مفتوحة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية الجانب الجوي نفذه الجيش الإسرائيلي بالفعل لكن تساؤلات تدور حول المرحلة التي تليها فهل سيتحقق سيناريو الاجتياح البري الشامل للجنوب اللبناني؟ التحركات العسكرية توحي بهذا الجيش الإسرائيلي أرسل ما يصل لعشرين ألف جندي من قوات الكوماندوس والمظليين إلى الشمال هؤلاء الجنود ينتمون للفرقة 98 وجرى إرسالهم إلى الشمال قبل حادثة تفجيرات البيجر واللاسلكي لينضموا إلى الفرقة المدرعة 36 التي أعادت إسرائيل نشرها في غزة شمالا في وقت سابق هذه التحركات مشاهدين وغيرها طرحت تساؤلات حول مستقبل الصراع على الجبهة اللبنانية